اهلا بكم مشاهدينا الى رقاء خاص يسرنا ان نلتقي المحامي الدكتور امجد شموت الرئيس السابق لللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لجامعات الدول العربية مرحبا بك دكتور امجد معنا الى هذا اللقاء الخاص على قناة الرافدين اهلا وسهلا اهلا دكتور الله يحفظك اهلا بك دكتور بداية نحدثنا عن المهام التي تقوم بها اللجنة الدائمة لحقوق الانسان التابعة لجامعات الدول العربية شكرا على هذا الاستضافة الكريمة يعني بعدك التصريط الضوء على يعني آليات عمل حقوق الانسان وفقا لمضلة الجامعة الدول العربية امر في غاية الاهمية من باب التعريف والتنوير ومن باب الجهود المبذولة في اطار تعزيز المنظومة العربية لحقوق الانسان اللجنة اسست في 68 بموجب قرار مجلس الجامعة كلجنة معنية بملف حقوق الانسان على صعيد عربي تمثل الغرفة التشريعية لحقوق الانسان على صعيد عربي تمثل ممثلين عن 22 دولة عربية اما بيكونوا يعني بالعادي دبلوماسيين او ممثلين عن وزارات العدل او وزارات الخارجية بتعقد اجتماعاتها تقريبا في السنة مرتين مهامها هي عبارة عن سن التشريعات الناظمة لعمل حقوق الانسان على صعيد المنطقة العربية انجزت كثير من المهام منها لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان او ما يسمى بالاتفاقية العربية لحقوق الانسان انجزت ايضا نظام المحكمة العربية لحقوق الانسان ان شاء الله احنا نتطلع انها ترى النور الان مصادقة عليها دولتين المملكة العربية السعودية والمملكة البحرين لازم يصادق عليها سبع دول عربية حتى تدخل حيز النفاذ بالمناسبة يعني المحكمة العربية يعني احنا تعتبر هي الالية القضاء الدائم الوحيدة اللي ممكن تكون موجودة على صعيد عربي في مثيلات ومشابهات لها طبعا صبقونا ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان انها محكمة الافريقية لحقوق الانسان نتأمل انها ترى النور في الوقت القريب بعد مصادقة العدد الكافي من الدول العربية اللجنة العربية بطبيعة الحال ايضا في عندها خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان في عندها خطة عربية للتربية على تربية النشأ على حقوق الانسان معنية بالانتهاكات ايضا في الاراضي الفلسطينية المحتلة الانتهاكات الاسرائيلية ونعرف طبعا انتهاكات جسيمة ويومية تمارس اتجاه اخواننا الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال الكيان الاسرائيلي يعني لها دور كمان لها تواصل من خلال المكاتب التابعة لجامعة الدول العربية سواء في جينيف في نيويورك في الصين ايضا لتوصيل الرسالة الحقوقية العربية يعني معنية في المقام الاول بالتشريعات ومعتقد انه جهدها يعني لغاية الان جيد او مناسب يعني ومرتبطة طبعا هي بالحكومات العربية يعني بمعنى القرارات التي تتخذ يعني لابد من موافقة الحكومات العربية عليها نعم دكتور ايضا تشغلون اليوم مستشار المرصد العربي لحقوق الانسان التابع للبرلمان العربي حدثنا عنها صحيح هاي الالية جديدة الالية المرصد العربي لحقوق الانسان تم استحداثها من خلال اللجنة العربية اقرت النظام ومن ثم تبعيتها للبرلمان العربي كالية حقوق الانسان في اطار الاستجابة الفورية لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان العربية حقيقة هذا كان يعني في مطالبات عربية كبيرة لوجود مثل هذه الالية في الرد على التقارير الدولية تقارير المنظمات الغير حكومية واحيانا حتى بعض الدول تصدر تقارير بخصوص ملف حقوق الانسان على صعيد عربي اللي احنا منعرف يعني تاريخيا يمارس فيه العمل السياسي والانتقائي وازدواجية المعايير خصوصا عندما يتعلق الامر بالملف الحقوقي العربي فبالإضافة لأعداد التقارير عن أوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية بالإضافة لأعداد بيان مواقف في العديد من القضايا الحقوقية بالإضافة إلى بناء القدرات وتعزيز حالة حقوق الانسان وترقيتها وتطويرها على صعيد عربي فبعتقد هذه الألية يعني مناسبة وأيضا يمكن التعاون محا من خلال الدول العربية وإن شاء الله بيكون في إلها يعني نشاط يعني مميز وحضور مميز على صعيد حقوقي عربي المرصد طبعا فيه هناك مجلس أمناء بديره يرأسه رئيس مجلس الأمناء هو نفسه رئيس مجلس البرلمان العربي السيد عادل عسوني الآن طبعا البورد أو المجلس الأمناء هو بسن التشريعات الخاصة بالمرصد وهناك فيه جهاز تنفيذي أو أمانة عامة لهذا المرصد تقوم بتنفيذ هذه القرارات ومتابعتها والعمل على إنفاذها وإعمالها مع الجهاز ذات العلاقة بالمناسبة يعني بجوز جدير بالذكر أخي الكريم له الإشارة إلى أنه هناك أكثر من آلية حقوق الإنسان على صعيد ما ظل الجامع الدول العربية اللجنة العربية دائما لحقوق الإنسان واحد كغرفة تشريعية لسن القوانين النظمة لحقوق الإنسان كما أسلفنا هناك اللجنة حقوق الإنسان أيضا الموجودة ضمن البرلمان العربي هناك أيضا لجنة الميثاق العربي التي تعتبر آلية الحماية الوحيدة على صعيد جامع الدول العربية المرتبطة بالاتفاقية العربية لحقوق الإنسان وهي تابع الدول بموجب هذه الدول المصادقة ومعظم الدول العربية مصادقة على هذه الاتفاقية بموجب هذه المصادقة الدول تقدم تقارير كل سنتين أو أربع سنوات بناء على هذه الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان فهذه الاتفاقية أو ما يسمى بلجنة الميثاق مشكلة من سبع خبراء مستقلين عرب بتابعوا امتثال الدول لبنود ونصوص هذه الاتفاقية في حال خرق هذه الاتفاقية من مظلوب؟ هي مصادقة وظيفة هذه الاتفاقية أو الميثاق هو مراقبة الدول المصادقة على الاتفاقية هي يعني خلينا نقول آليات عملها آليات عملها بتنشر التوصيات والمراحظات اللي بتبديها في اللقاءات مع الأصحاب العلاقة من الحكوميين اللي بقوموا بمراقش التقرير مع لجنة الخبراء القائمة على لجنة الميثاق ونشرها أيضا بواسطة الإعلام وأيضا متابعة هذه المراحظات والتوصيات من أجل تحسين طرقية حقوق الإنسان في الدولة ذاتها وفقا لهذا الاتفاق أو وفقا للجنة الميثاق فدورها يعني يقتصر على إبداء المراحظات وأيضا صياغة التوصيات أو إعداد التوصيات اللازمة من أجل مواءمتها مع التفاقية العربية لحقوق الإنسان أو الميثاق العربي لحقوق الإنسان هذه العليات التي تعمل عليها وتعمل أيضا بالمتابعة والتواصل وفتح حوار وقنوات اتصال وتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية من أجل إعمال وإنفاذ هذا الميثاق وفقا ما نص عليه نعم تترأسون أيضا مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان في الأردن ما طبيعة عمل هذا المركز المركز هو عبارة عن مؤسسة مجتمع مدني بمعنى أهلية تأسست بالألفين وخمسة معنية بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الأردن والمنطقة العربية من خلال بناء القدرات من خلال أيضا تعزيز ثقافة تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الدورات من خلال الورش العمل من خلال المؤتمرات أيضا فيه العديد من الإنجازات لهذا المركز يعني سواء على صعيد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية أو على صعود أو على صعيد اللي هو الحقوق المدنية السياسية وأيضا أيضا بدوز إحنا يعني من خلال المركز اشتغلنا على موضوع بعرف أنه بهمك اللي هي تعزيز ثقافة التسامح والحوار وقبول آخر وتعزيز ثقافة الأمن والسلم الاجتماعي في إطار احترام التنوع والاختلاف هذا كان يعني جزء من عمل وبرنامج عمل المركز لأكثر من سنة اشتغلنا على موضوع اللاجئين مع المفوضي السامي للاجئين في إطار التعريف بالقانون الدولي الإنساني والتعريف باتفاقية اللجوء الدولي في مساهمات أيضا حقوقية في مجال الحقوق المتعلقة بالأشخاص المعوقين وأيضا بالحقوق الصحية كان إنه برنامج عمل في إطار لو تمكين المرأة من خلال لو توفير فرص عمل تمكينها اقتصاديا وسياسيا والمركز قائم بهذه النشاطات منذ التأسيس إلى الآن نحاول قدر الإمكان ننشر هذه الثقافة وفقا للمعايير الدولي لحقوق الإنسان نعم دكتور كيف تصف انتهاكات حقوق الإنسان في زمن الصراعات والحروب دائما أنا بجوز بحكي حتى في الصراحات الصحفية يعني لما بتزيد موجة العنف أو موجة الصراعات الإلهي الأهلي وبتزيد أيضا الحروب سواء الاقتتال أو الحروب الخارجية فتلقى العلاقة ترضية تماما بتزيد الانتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات غير عادية بل إنها انتهاكات تعتبر استثنائية لا تصف بالانتهاكات الجسيمة لأنه طبعا ما في قانون ما في مؤسسات ما في رقابة ما في حوكمة كل هاي في زمن الحرب وزمن الصراعات بتزيد لأنه بيصير فيه نزوح بيصير فيه لجوء بيصير فيه اعتقالات خارج القانون فلذلك يعني بيكون الباب مرشح لانتهاكات واسعة النطاق لما تتحدث عن حروب وتتحدث عن صراعات يعني للأسف الشديد المنطقة العربية بتشهد هذه الحالة سواء نتحدثنا عن حالات نزوح بأعداد بمئات الآلاف تحدثنا عن لجوء بالملايين يعني الدول العربية ربما تعتبر من أكثر الدول المصدرة للاجئين وبنفس الوقت أيضا من المستورد إلى اللاجئين إذا ما اقتررنا بالقضية الفلسطينية اللاجئين الفلسطينيون واللاجئين من سوريا من اليمن من ليبيا ف للأسف الشديد يعني هاي قضية قضية الاحتجازات اللي بتسير قضية القمع زي ما قلنا بجزء القتل أيضا خارج القانون أو الاعتداءات اللي بتتم خارج القانون الاعتقالات التعسفية الاحتجاز الغير مبرر كلها انتهاكات جسيمية يعني تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لذلك يعني احنا دايما منقول لازم يكون فيه سيادة القانون وفيه دولة مؤسسات وفيه احترام للتعددية والتنوع التعددية السياسية الثقافية الحضارية احترام الاختلاف المبني على اختلاف الدين العرقي المذهب الطائفي الثقافي الحضاري ليش لأنه هذا بعزز ثقافة حقوق الإنسان بعزز حالة الأمن والسلم الاجتماعي في الدولة للأسف الشديد احنا منلاحظ احنا منطقتنا العربية الآن تشهد توترات وموجات من العنف في العراق في ليبيا في سوريا في اليمن بسبب يعني ربما يعني السبب الأكبر هو التدخلات الخارجية السافرية في الشؤون الداخلية للدول العربية منلاحظ ايران كيف الآن وميليشيات واضرعاتها المختلفة والمتنوعة سواء العسكرية او حتى الاقتصادية او الاجتماعية الدينية الطائفية المتحيزة المتعصبة كيف بتقوم في أعمال يعني تحت غطاء الدين أعمال إرهابية واستحواذ واستلاب على السلطة واستئثار أيضا وهذا منشاهده بشكل جلي وواضح في العراق للأسف الشديد كل ما منشوف فرصة يعني من التعافي وفرصة من التفاعل مع الحالة الدموقراطية لكن أيضا بسبب وجود الإراءة السارخ على الأراضي العراقية من خلال أضرعاتها المختلفة نشوف في حالة من الاستعصاء والاستحواذ وللأسف الشديد يعني ما زلنا من راوح مكاننا بل أنه منرجع سنوات طويلة إلى الخلف في إطار اللي هو الموجة العنف وموجة الاستحواذ والاستئثار والاستقطابات السياسية وبعتقد يعني المحتل أو الغازي أو المتدخل في الشؤون الداخلية بالعادي لا ينظر إلى مصالح الشعب الداخلي أو إلى حقوق أو مصالح الأفراد المجتمع بقدر ما ينظر إلى مصالحه الخاصة وتعزيزه وتوسع هيمنته ونفوذه للأسف الشديد ربما الإشارة يعني تشتبك يشتبك العمل الحقوقي كثيرا مع العمل السياسي فالحديث عن التمدد الإيراني في إطار في إطار الاعتداء على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في إطار الاستقطابات في إطار الاستئثار بالسلطة في إطار الهيمن المتنامي من أجدها في لبنان من خلال حزب الله نجدها في اليمن من خلال الحوثيين نجدها في العراق حجر الشعبي في ليبيا في كثير من الدول العربية وغيرها فبعتقد هناك أيضا هذا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واحد في المقام الأول مقام الثاني أيضا يتعارض مع مبادئ الميثاق الدولي ميثاق الأمم المتحدة هو عدم التدخل في شؤون الغير احترام الشؤون الداخلية للدول التعاون والتكامل والتضامن الدولي بدل التدخل والشحن والاستفافات والاستقطابات فبعتقد يعني للأسف الشديد هناك فيه تواطئ أو غياب واضح وسارخ للأسرة الدولية للمجتمع الدولي للمنظمة الدولية الأمم المتحدة ووكلات الستطاعش المعروفة في التصدي مجلس الأمن يعني حقيقة أنه تحكم المصالح مشو الحقوق أيضاً نجد متواطئ أحياناً كثيراً في موضوع حقوق الإنسان المتعلق بإيران الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في المنطقة العربية يعني هناك ازدواجية في التعامل مئة بالمئة بامتياز ازدواجية تعامل وانتقائية وتعسف أيضاً وتسيس الملف الحقوقي بما يتماهى مع المصالح وليس بما يتماهى مع الحقوق والمعايير الدولية للحقوق للأسف الشديد وهذا الآن آخذ بالتمادي والتنامي وعندما نلاحظه يعني جلي في منطقتنا العربية عندما يتعلق الأمر بموضوع حقوق الإنسان في المنطقة العربية المجتمع الدولي والعالم الغربي الامبريالي يقف بصف مصالحه وليس بصف حقوق الأفراد والشعوب العربية نلاحظ ذلك جلي وواضح في الملف الفلسطيني قديش الكيان الإسرائيلي الغاصب برتكب من انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني مع ذلك المجتمع الدولي ساكت وربما يندد وربما ولكن ما في شيء على أرض الواقع أو اتخاذ إجراءات عملية أو خطوات فعلية لتصدي لهذه الانتهاكات وصدها ومحاصرتها وردها في إطار القانون الدولي العام وفي إطار القانون الدولي الإنساني للأسف الشديد بجوز لاحظنا مؤخرا في الملف الأوكراني الروسي كيف الغرب يعني تكاتف وتضامن مع الأوكران في موضوع التوجه نحو الجنائية الدولية والمدعامل الجنائية الدولية ونحن منلاحظ أننا انتهاكات جسيمة وانتهاكات تتعلق بنظام روما والمحكم الجنائي الدولي مع ذلك الغرب يعني لا يعيرها أي أدنى انتباه للأسف الشديد لكن بالنتيجة هو الملف يعني حقيقة مشتبك ومترابط مع الملف الحقوقي ويحكم المصالح للأسف الشديد وليس الحقوق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بالرغم أنه هذا العالم الغربي مصادق على كثير من الاتفاقيات الدولية أو معظمها اتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لكن ما زلنا نشهد ونلاحظ أنه العالم الغربي يمارس ازدواجية المعايير انتقائية في التعامل نلاحظ احيانا مثلا يعني من باب يعني تجلية الصورة والمشد يعني كثير مثلا شهدنا كندا مثلا على سبيل المثال وبعض الدول الغربية حاولت فترة من فترات أيضا التدخل في المملكة العربية السعودية في موضوع حقوق الإنسان يعني كلمة حق يراد منها باطل ونحن نعرف مواقفهم يعني من نسبة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية هي يعني غير إيجابية بمعزل عنها ولكن أحيانا زي ما ذكرنا تبنى الأمور في إطار الابتزاز السياسي واللهث وراء المصالح ووراء المكتسبات الحصول على المكتسبات من الدول والضغط على الدول تحت دريعة حقوق الإنسان الكل ينشد حقوق الإنسان الإنسانية معنية بحقوق الإنسان الموضوع حقوق الإنسان هو في المقام الأول أخي الكريم منظومة قيم إنسانية سامية قبل ما تكون اتفاقيات ومعاهدات وإقرارات دولية وتشريعات وسياسات وممارسات الأديان السماوية كفلت حقوق الإنسان نتحدث عن الكرام الحق بالحياة عن التسامح عن الحرية كلها موجودة في الأديان السماوية وكفرت الأديان السماوية لكن على أرض الواقع في إطار الممارسة وعندما نتحدث عن الازدواجية نجد بأنه هناك فيه انحياز وتحيز أعمى لصالح حقوق الإنسان في إطار الاستفاف السياسي في إطار الانتقائية في إطار الزواجية المعايير للأسف الشديد هناك قرارات من المنظومة الدولية بشأن حقوق الإنسان ولكنها على الورق فقط لا تطبق لماذا برأيه؟ بطبيعة الحال مرة أخرى تأكيد على أن الدول تحكومها مصالحها وليس حقوق الشعوب أو المعايير الدولية لحقوق الإنسان بجوز نحن نسافر دائما على مجلس حقوق الإنسان أو منزول مجلس حقوق الإنسان من خلال مناقش التقارير العربية في إطار ما يسمى الآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ومعظم الدول العربية مصادقة وتقدم تقارير بمجلس حقوق الإنسان اللي تابع للأمم المتحدة بجنيف نلاحظ كيف تصير الدول مشكلة من 47 دول موثلين الدول مثل الخارجيات ومثل سياسة الدول نلاحظ كيف أخي الكريم أمم بتعاملوا مع القضايا العربية في موضوع التصويت وموضوع إبداء الملاحظات عندما يتعلق الأمر بالدول العربية بيكون هناك تركيز على السلبيات وترك الإنجاز المحرز ومحاولة إضهاء شيطنة المنطقة العربية في إطار ملف حقوق الإنسان وهي مرة أخرى هي نوع من التسييس ومرة أخرى نوع من الابتزاز ومرة أخرى نوع من الضغط ومرة أخرى نوع من تعزيز ثقافة التثاقف بمعنى الليبرالية تريد أن تفرض هيمنتها وتفرض أجندتها على الموروث الديني الثقافي العربي اللي له موروث يعني خاص فيه وفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أخي الكريم للدول أن تتحفظ فيما تعلق على موضوع الموروث الديني والموروث الثقافي اللي بحاكي أفراد مجتمحة لها أن تتحفظ لكن في إطار الممارسي نجد الدول الغربي للأسف الشديد اللي صاحبة الأجندة الغربية الإمبريالية أو الليبرالي نجدها تحاول أن تفرض إجندتها على الدول العربي بما هي بما هو لديها من قناعات وأجندات واللي بتحكمها السياسي ومش تحكمها الحقوق وإن كان في ظاهرها يعني نسمع أو نرى أو نشاهد أنه يتحدث في إطار شماعة الحقوق ولكن هو عمل سياسي ممنهج للأسف الشديد ويراد منه دائما وطول الوقت هو شيطنة المشهد للحقوق العربي نعترف في الدول العربية أنه انتهاكات حقوق الإنسان فيه تجاوز على السلطة فيه تجاوز على دور المؤسسات فيه تجاوز على المؤسسات الوطنية فيه تعدّي فيه انتهاكات ولكن هو موجود أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية موجود في كندا موجود في كل دول الأوروب وحتى الدول الكبرى وحتى الدول الكبرى موجود نشوف روسيا شو بتعمل الآن في أوكرانيا من انتهاكات وجرام حرب وعبادي وضد الإنسانية أين المجتمع الدولي مثلا أين المجتمع الدولي في فرسطين أين المجتمع الدولي في العراق يعني أين المجتمع الدولي في سوريا في اليمن الحوثيين إذا عدنا إلى ازدواجية المعارض نعم 100% هو هذا للأسف أنا دائما بعتبره التحدي الأول على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان هو الازدواجية المعايير والتعسف أيضا القائم والانتقائي والتسيس رغم أنه اتفاقيات لحقوق الإنسان بتعلق مثلا اتفاقية فيينا وإعلام فيينا ينتقد أو يتعرض بشكل واضح لموضوع عدم جواز تسيس حقوق الإنسان وعدم أيضا جواز المتاجرة بحقوق الإنسان أو الاتجار بحقوق الإنسان يعني هذه النصوص ثابتة في القانون الدولي فيما تعلق بحقوق الإنسان لأنه الممارسة والدول للأسف الشديد يعني كلمة حق يراد منها باطل دائما ظاهرة رحمة باطنها عذاب شماعة حقوق الإنسان هي فقط لابتزاز والاستغلال خاصة عندما يتحقق الأمر في الدول العربي لذلك أخي الكريم يعني مرة أخرى أنا بجوز من المناشدين والمنادين باستمرار من خلال موقع يكون بالجامعة الدول العربية ومراقب من 2012 في اللجنة العربية دائما لحقوق الإنسان بالجامعة بقول دائما علينا نحن كدول عربية العمل على تعزيز آليات الحماية آليات حماية حقوق الإنسان في صعيد عربي عربي أو على صعيد عربي عربي من خلال جمالة من خلال ما ظلت جامعة الدول العربية من خلال مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال عنا كيانات ممكن يعني وأطر قانونية كثيرة عربية يمكن يعني إحنا نقلع شوكنا بيدنا بمعنى نعالج يعني ونحدث ونرقي ونطور فهذا بيكون تحصين إنا وعلينا يعني بيكون تحصين تطوير إنا وتحصين أيضا من الغير من شان ما نسمح للغير يتدخل في شؤوننا الداخلية من خلال هذا الملف اللي هو يعني للأسف يعني ملف مرتبك أحيانا وملف يستخدم في إطار الاستغلال والابتزاز نعم دكتور نستأذنك نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال اللقاء الخاص حياك الله مشاهدين فاصل قصير نعود بعده لإكمال لقاء خاص فابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين عدنا من جديد إلى برنامج لقاء خاص وهذا اللقاء الخاص مع المحامية الدكتور أمجد شموت الرئيس السابق لللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعات الدول العربية مرحبا بك ثانية دكتور أمجد دكتور ما هي العلاقة بين حقوق الإنسان والحكم الرشيد منظومة الدموقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد يعني أنا بعتقد بأنها آليات وحلقات في سلسلة عمل واحدة متشابكة مترابطة أيضا يعني إذا بنتحدث مثلا عن موضوع الحوكمي أو الحكمي الرشيد أو الحكم الرشيد يعني كل دولة بتحكيها بلهدي أو بلغة بتحدثت مباشرة عن موضوع المسائلة المحاسبة تداول السلطة توزيع المشاركة السياسية أو تنوع المشاركة أو تعزيز المشاركة السياسية فهي زي ما تقول حلقات في سلسلة بتكمل بعضها الآخر يعني كلها تندرج في إطار نسق واحد هذا النسق يعني بخلق حالي من تعزيز سياسة القانون بخلق حالي من تعزيز دور المؤسسات ومؤسسات الحق هذه الدولة الحديثية يعني بالمعنى احترام سياسة القانون ودور المؤسسات الآن إذا في انتهاكات إحنا في إطار حقوق الإنسان ترتكب بالعادي الانتهاكات طبعا من السلطات التنفيذية أو السلطات ما تسمى القائمة على انفاذ القانون إذا ما كان في مسائلة في إطار الحكم الرشيد ومحاسبة ومعاقبة للمسؤولين فبيصف عنا إفلات المسؤولين من العقاب وبالمناسبة هاي يعني موجودة عنا الصحيح يعني وأنا يعني آسف أني أشير إلى أو أذكر إلى أو أنا مش سعيد أني أذكر أنه عنا إفلات من العقاب يعني إفلات المسؤولين من العقاب بسبب الانتهاكات التي ترتكب على الأفراد في منطقتنا العربية وربما المجتمع الدولي بتحدث عنها وفيها حقيقة وفيها وقاع وإلها مبرراتها مش مبرراتها إلها أسبابها ودوافحها قلنا المنطقة العربية ربما بتشهد يعني حالة من عدم الاستقرار خاصة بعد موضوع الربيع العربي وحالة توترات اجتماعية وعدم استقرار سياسي واصطفافات واستقطابات إلى آخره فلذلك نجد هذه الحالة موجودة كثير لفكرة اللي هو الإفلات المسؤولين من العقاب فإذا كان فيه انتهاك يعني إحنا رصدنا الانتهاك أو المخالفة الواقع بحق الأفراد من قبل السلطات التنفيذية في أي دولة عربية أو غيره ما كان فيه محاسبي بيكون يعني جهد مبتذل يعني لن يحقق فائدة الذي يخطئ أو الذي يقوم بالتعذيب أو بالانتهاك عليه أن يتقدم للمحاكم وللقضاء مباشرة فإحنا هنا نتحدث عن أيضا قضاء نزيه ومستقل إذا ما كان لدينا قضاء نزيه ومستقل ما كان عندنا برلمان أو مجالس تراقب على أعمال الحكومة وتراقب على أن أعمال الحكومة فيما يتعلق بالنهج القائم على حقوق الإنسان فهون بصير عندنا نوع من زي ما تفضلت التحدي والخروقات أو الثغرات في منظومة حقوق الإنسان وفي منظومة الحكم الرشيد الحكم الرشيد قائم على مبادئ يعني في غاية من الأهمية في تعزيز يعني دور الإدارة وفي تعزيز زي ما قلنا احترام القانون وسيادة القانون ودور المؤسسات لأنه قائم على الشفافية والمحاسبة فإذا ما توفرت الشفافية والمحاسبة في العمل الحكومي معنى يعني سلطة مطلقة من غير رقابة من غير شفافية من غير مسائلة من غير محاسبة فبعتقد يعني هذا شريع دغاب وستزيد سيزيد معدل الانتهاكات ستزيد انتهاكات حقوق الإنسان وبالتالي احنا يعني طبق موضوع بجزء مصادقة على الاتفاقيات يعني حبر على ورق أحيانا للأسف الشديد لم تفعل على عرض الوحي نحن أخي الكريم يعني نحن ندافع عن حقنا العربي وندافع عن موروثنا الأخلاقي والدين العربي وحضرتنا العربية وهذا هويتنا وتاريخنا ما بنقدر نتنصل أو ننسى أو ننسلخ عنه ومنه ولكن بنفس الوقت يعني فيه اتفاقيات وافق عليها المجتمع الدولي بأسره مش بس الغرب يعني فيه توافق على هاي الاتفاقيات لأنها تستند إلى معيير ومبادئ أساسية أخلاقية كما أشرنا في المقام الأول فلذلك لازم يكون عندما نتحدث عن كرامة نتحدث عن الحق الإنسان بالحياة حق الإنسان بالحرية كل هذه الحقوق مكفولة بالمعايير الدولي لازم يكون جانبا إلى جنب هناك دور من الشفافية ويكون دور من المحاسبة والمعاقبة وإلا تبقى يعني مجرد يعني شعارات ونظري يعني مش موجود على أرض الواقع نعم دائما نلاحظ بأنه عندما تحصل مشكلة قانونية يعني دائما الصغار يحاسبوا فيما الكبار يفلتوا من العقاب لماذا برأيك هي مرة أخرى فكرة القانون يعني كما يقال يقام على الصغار أو يعني على الضعفاء أو على الفقراء ويستثنى يعني طبقات النخب وتستثنى مثلا رجال الأعمال أو إلى ما ذلك أو أصحاب النفوذ بالمجمل يعني أو من يدفع أو من يدفع للأسف الشديد هاي موجودة في الدول الشمولية يعني حقيقة والمركزية اللي ما بتحترم التعددية واحترام حقوق الإنسان واللي بتتعامل يعني في خارج القانون وهاي موجودة للأسف الشديد يعني كمان احنا منشدها في المنطقة العربية علينا أن نعترف بأخطائنا وانتهاكات الموجودة عندنا حتى نصلحها يعني ما نداري عليها يعني احنا ما يعني نحكي أنه عندنا انتهاكات وفيه هناك يعني خطوات أو استراتيجيات أو برامج للحد من هذه الانتهاكات في إطار براء في إطار خطط عمل مرتبطة بمؤشرات أداء ومؤشرات قياس في إطار زمني لكن للأسف الشديد بغيب عن العدالة كثير من الناس من يملكون المال ويملكون القرار وأصحاب السلطة وأصحاب النفوذ للأسف الشديد لأنه بيكون دور المؤسسات غايب إنفاذ القانون وأعمال القانون بيكون يعني متواضع ومحدود القضاء بيكون غير مستقل ومسيس ومسيس في كثير من الأحيان دور المجتمع المدني ضعيف هناك في التكميم على الأفواه هناك ربما قمع للحريات واعتداء على الحريات فلذلك برلمان ضعيف أو بتم انتخابه في إطار في أطر ضيقة جدا فلذلك منشد يعني حالي من مثل هاي اللي ذكرت أنه للأسف الشديد يعني ما بيكون في عدالة على الجميع في إنفاذ الحقوق وأحقاق الحقوق نعم بماذا تقترح دكتور أمجد أن يكون شكل القوانين الانتخابية في دول العالم العربي بما يحقق العدالة للجميع نعم يعني إذا نتحدث عن عدالة اجتماعية وحرية وكرامة يعني هذه الشعارات الإنسانية يعني البراقة والمهمة والبتلامس الإنسان وحقوقه وذاته وطبيعته وفطرته بطبيعة الحال يعني نتحدث عن قوانين تكفل حقوق الأقليات الأقليات سواء كانت المذهبية الطائفية العرقية الأثنية لأننا نتحدث عن حالة من التسامح المدني نتحدث عن التسامح المدني أشمل من التسامح الديني التسامح المدني بشمل كافة شرائح المجتمع فكيف يمكن لك كدولة أن تعد قوانين وتشريعات تحفظ وتحمي حقوق الجميع بما فيها الأقليات لا يمكن أن يكون هناك دولة قانون ودولة مؤسسات ومجتمع يسود الأمن والسلم الاجتماعي من غير قوانين وتشريعات تعزز وتحمي حقوق الأقليات بل على العكس في غياب مثل هذا الأمر سنجد حالة من التوترات الاجتماعية والعنف الاجتماعي منشهده في الشارع منشهده في الممكن في برلمان ممكن نشهده في الملعب ممكن نشهده في المدرسة في الجامعة لأن القوانين هي التي تنظم حولي يعني هذا نتيجة انعكاس للظلم الواقع بالتأكيد نعم لما يكون في ظلم الظلم يعني عادة يرفع الظلم من خلال القوانين وإنفاذها يعني وجود القانون والتشريعات وإنفاذ هذه القوانين وأعمالها بإطار من إطار سياة القانون وبإطار العدالة وتحقيق العدالة وإحقاق الحقوق وحمايتها إذا غابت هذه العدالة فبيكون بطبيعة الحال في ظلم واقع على الناس وعلى البشر الإنسان سيلجأ وجوز أنا هاي بحث بتحدث فيها منذ زمن الإنسان الذي لا يجد قانون يحمي سيبحث عن مظلة أخرى ربما تكون مظلة خارج القانون وتكون مظلة العنف هو سيحاول أن يرد اعتبار نفسه وذاته وسيحاول أن يسعى إلى إلى رد اعتباره والحصول على حقه يعني بطريقة فردية وشخصية في إطار شرية الغاب بعيدا عن احترام القانون لأن القانون ما كفل حقه فكيف يمكن أن نؤسس لحالة من الأمن والسلم الاجتماعي والسلم الأهلي من خلال القوانين وكفالة القوانين أو كفالة القوانين لحقوق البشر وحقوق الأفراد بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنس سمولونهم في هذا الإطار وفي هذا السياق وبناء على ذلك يمكن أن نؤسس لحالة من الأمن السلم الاجتماعي هذا قد لا يكون يأتي في زمن قصير بحاجة لتشريعات وبحاجة لإعمال وإنفاذ وممارسة على الأرض الواقع وجود برامج ووجود أيضا سياسات من قبل الدولة من أجل إعمال هذه الحقوق وحمايتها واحترامها دكتور أمجد أكدت أن إطلاق مدونة سلوك للمنظمات الأهلية هي حاجة ملحة مئة بالمئة لماذا برأيك؟ أحسنت هذا السؤال مهم جدا للأماني وأنا بشكرك عليه لأنه مش الكل بتطرق له ومش الكل ربما ملم في هذا الإطار بجوزة أن أتحدث في مدونة السلوك في مؤتمر يعني كان بالجامعة الدول العربية مع المفوضية الساملة لحقوق الإنسان الشهر سبعة أو بداية شهر ثماني كان بتحدث عن دور المؤسسات المجتمع المدني في تطوير وتعزيز حالة حقوق الإنسان الآن مؤسسات المجتمع المدني هي دورها مراقبة حقوق أوضاع حقوق الإنسان رزد الانتهاكات ازدار التقارير بناء قدرات تعزيز حالة الوعي الاجتماعي أو المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان تحدث ربما عن خمس أدوار أو أكثر أقل هذه الأدوار تخلق للمجتمع المدني مؤسسات الأهلية ومجتمع المدني نوع من الصراع مع السلطة السلطة التنفيذية ومؤسسات القائمة على أنفاذ القانون تخلق حالة من الصراع والتنافس وحالة من الشك والريبة وأنا هذا ما شرط له في المؤتمر أنه دائما نجد التباس وشك وريبة ما بين الحكومات وما بين مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من دور أهم مؤسسات المجتمعين وأهميتها في صفات الحلقة الوسيط ما بين الأفراد وما بين الحكومة في توصيل الرسالة ورفع الانتهاك ونشر الوعي وبناء القدرات لكن هذا كله للأسف الشديد يخلق نوع من الحساسية ما بين الحكومة والمجتمع المدني فلذلك نجد هناك يعني صراع خفي أو حرب يعني باردة ما بين الجهتين للأسف الشديد وهو من باب أولا نكونوا متكاملين في العمل من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان وبين أن يعكسها الدولة وعلى المجتمع الدولي وعلى الإنسانية والأسرة البشرية بشكل عام لكن على أرض الواقع هذا للأسف مش موجود فحالة الشك والريبة يعني هي بسبب الدور اللي يقوم فيه المجتمع المدني لذلك بجوز أنا من الناس اللي نادية حتى نحصن المجتمع المدني ونفوت الفرصة على حالة الاشتباك السلبي ما بين المجتمع المدني وما بين الحكومة وأذرعتها وأجهزتها لازم يكون فيه مدونة سلوك يقوم المجتمع المدني بالتوقيع عليها واعتمادها ومصادقتها ونشرها وتعزيزها حتى يضمن حقوقه وفي المعايير الدولية هناك يعني إعلان متعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفيه هناك ربما يعني يكون مدونات سلوك دولية فأنا بعتقد هذا بحصن المجتمع المدني والنشطاء المدنيين والحقوقيين وبنفس الوقت يفوت الفرصة أيضا وربما يعزز من حالة الثقة القائمة على الشك والريبة التاريخية ما بين المجتمع المدني وما بين الحكومات وجزء للإشارة أستاذ الفاضل يعني أنه تاريخيا المجتمع المدني هو من يقوم بحركة التغيير وانتزاع الحقوق لأن السلطة يعني أنت تعرف أن السلطات أو الحكومات تحاول أن تستأثر بكل شيء وتستأثر بالسلطة وتستأثر ولكن بوجود مجتمع مدني قوي وفاعل ويحتنم القانون والدستور ربما يكون هناك في إنجازات ومكتسبات متعلقة بحقوق الإنسان ورفع أيضا حال الظلم ورفع الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الإنسان في حال تكررت دعوات منظمات المجتمع لأهلي للسلطات باحترام يعني حقوق الناس ولم تلبى هذه الدعوة ما المطلوب عندها فيه آليات كثيرة يعني المجتمع المدني طبعا فيه إطار له آليات سلمية فيه إطار الدستور واحترام الدستور والقانون ودور المؤسسات يعني هذا هذا عمل المجتمع المدني في الأساس لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق وإلا ما بيكون مجتمع مدني بيكون يعني مجتمع يعني غير قانوني وميليشيات يعني بالمعنى سواء كانت مدنية أو سياسية أو عسكرية المجتمع المدني عنده أدواته أخي الكريم في العمل عنده أدواته من خلال ما ذكرت من خلال نشر وفضح الانتهاكات اللي بتقوم فيها الأجزة وأذرعة الدولة والحكومات من خلال التواصل مع آليات الحماية الدولية منها لجان التعاقد أو اللجان التعاهدية الدولية من خلال التواصل مع المقررين والخواص تابعين للأمم المتحدة المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان علق بالمرأة بالطفل بالتعذيب بالتمييز بالاختفاء القصري موجود مفوضين خواص أو مقررين خواص بتبعوا إلى الأمم المتحدة لمفوضين سامع حقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان براقب أوضاع حقوق الإنسان في الدول يمكن للمجتمع المدني أن يلجأ بإصدار تقارير أو يوثق الملاحظات أو السلبيات أو الانتهاكات التي تقع في البلد الذي هو فيها وأيضا يتم إبلاغ فيها وبدورهم المفوضون الخواص أو المقررين الخواص يقوموا بمتابعة هذا الأمر مع الحكومات عبر وسائل دبلوماسية وقنوات فتح قنوات حوار هذا الجانب الجانب الآخر المجتمع المدني قوته بوجوده في الشارع قريب من الناس وقوته أنه ينقل هم الناس تواصلوا مع الإعلام مثل هذه اللقاءات مهمة جدا في نشر حالة أوضاع حقوق الإنسان أو نشر حالة الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان أو ثقافة حقوق الإنسان نشر التقارير انتهاكات أوضاع حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام لما يكون عندنا إعلام مستقل إعلام وطني وإعلام محايد وإعلام مستقل يمكن أن ينقل نظر ويكون هناك في تعاون قائم ما بين المجتمع المدني وما بين الإعلام فالإعلام أداة مهمة ووسيلي في غاية الأهمية في تقوية وتعزيز مكانة المجتمع المدني وأيضا تعزيز حالة حقوق الإنسان ورفع الانتهاكات كثير من الدول تلجأ لهذه الحالة حتى في إطار الحكومات تصدر تقارير وتبث التقارير وتنشرها على المواقع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية من أجل فضح هذه الانتهاكات والضغط على الحكومات في هذا الصياق فهذه من ضمن الأدوات التي يمكن أن تقوم فيها المؤشر المجتمع المدني يقوم بتقديم تقرير ظل موازلة تقرير الحكومة في اللجان التعاهدي وفي أيضا اللجان الغير تعاهدي مثل استعراض الدوري الشامل اللي بيقوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف كل أربع سنوات لكل دولي براجع أوضاع حقوق الإنسان وبيكون هناك في ملاحظات وبيكون هناك في توصيات يتم متابعة مع الدول بالنظر للإنجاز المحرز وبالنظر للانتهاكات وما يجب القيام العمل به والقيام به من أجل ترقير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة فبأعتقد الأدوات واسعة ومتنوعة للمجتمع المدني اللي ممكن تساعده في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي أيضا رصد الانتهاكات وتوثيقها المجتمع المدني بيقوم بتوثيق انتهاكات سواء اللي ترتكب من خلال مثلا في دول اللي مش موجود فيها قانون أو في الدول المؤسسات والقانون غير فاعل فيها وكثيرها في منطقتنا العربية للأسف الشديد نجد بأنه المجتمع المدني هو الذي يقوم بتوصيل الرسالة بالتعاون بالتواصل مع البرلمانات بالتعاون بالتعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان هناك دعاوة بتم تحريك دعاوة من خلال المجتمع المدني في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المحكمة الأمريكية في الأفريقية إن شاء الله نشوف محكمة العربية لحقوق الإنسان في القريب العاجل أيضا حتى تكون يعني كمرجع قضائي دائم وموحد للدول العربية من أجل رفع انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة أو التي تقع على مواطننا العربي فللأماني يعني المجتمع المدني دوره واسع عمل واسع النطاق يعتمد على أبحاث على الدراسات هذه تنشر الأبحاث والدراسات وإلها وقحها وصداها على الصعيد الدولي على الصعيد الإعلامي على الصعيد مؤسسات اللي بتراقب على الصعيد المنظمات الحقوقية الحكومية والغير حكومية اللي بتراقب أوضاع حقوق الإنسان في العالم وبتصدر تقارير فبأعتقد أن هذا دور كبير جدا على المجتمع المدني ولكن بتم التضييق عليه الأماني يعني المجتمع المدني مش ماخد راحته يعني عندنا بالمنطقة العربية بتم التضييق عليه من خلال السلطات ومن خلال الحكومات يعني ومحاول محاصرته ومحاول يعني قمعه أو العمل بالحد الأدنى يعني لأنه قتلك هي حالة من التنافس أو حالة من الصراع لأنه بيعتقد الحكومي أو المرجع الحكومي يعني بيعتقد أنه هذا يعني بيشتغل ضده وبراقب عمله وبالتالي يعني العلاقة خلينا نقول غير طيبي أو غير منسجمي أو غير يعني غير سليمي يعني أحيانا نجدها خاصة إذا غابت الدولة عن القانون وسيادة القانون واحترام القانون ودور المؤسسات في إحقاق الحقوق وحماية الحقوق نعم دكتور لديك دراسة في دستورية النقابات المهنية ماذا تضمنت هذه الدراسة؟ صحيح يعني دستورية النقابات النقابات تعرفية مؤسسات معنية بموضوع حماية المنتسبين للمهنة مثلا نقابة المحامين مهندسين طباط موردين إلى آخر ذلك هي موجودة حتى تحمي حقوق المنتسبين إلها تحافظ عليها تطورها تعززها تحميها حقوق اقتصادية اجتماعية مهنية بالتداخل والتعاون مع الأجهزة الدولة الأخرى سواء الحكومات أو البرلمان أو القضاء من خلال سن التشريعات من خلال تحسين السياسات من خلال الممارسة على أرض الواقع فلذلك النقابات هي مظلة راعية وحامية لمنتسبيها وبالتالي قديش احنا في دول تحترم هاي النقابات قديش في دول موجودة فيها النقابات الدول العربية مش كلها موجودة فيها نقابات وربما يقوم عنها جمعيات مهنية مش نقابات مهنية وهي بتكون منشأة يعني في قانون ولكن النقابات منشأة بقوانين خاصة أقوى يعني مكانة ومنزلة في القانون والتشرية وفي العمل والممارسة لكن بجوز المأخذ على بعض النقابات يعني أنها تبتعد عن دورها المنصوص عليه بالدستورة والقانون وتعمل وتشتبك مع العمل السياسي وتصبح النقابة عرضة للاشتباك السياسي والاستفافات السياسية والاستقطاب السياسي والتحيوزات السياسية بتسيطر عليها مجموعة سياسية معينة أو هيمنة سياسية فبالتالي بتخرج عن دورها المنصوص في القانون وتخرج عن خدمة أبنائها ومنتسبها نقابات مهنية مهنية وليست أحزاب في هناك عمل حزبي هناك مؤسسات حزبية تعمل أنت من خلالها في إطار برامج سياسية حزبية للوصول للسلطة للانتخابات إلى آخر ذلك تحدث عن نقابة إذن نقابة مهنية عملية هي حاضنة وراعية وحامية لمنتسبها فيجب أن يقتصر عملها في هذا السياق وفي هذا الإطار وأن لا تتجاوز دور المؤسسات الأخرى وأن لا تتعدى حتى لا يكون هناك قفز على الحبال أو يكون هناك اشتباك سلبي وغير إيجابي في عمل المؤسسات إذن في ختام هذا اللقاء أشكرك الشكر جزيل الدكتور المحامي أمجد شموت الرئيس السابق لللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعات الدول العربية شكرا جزيلا على هذا اللقاء الخاص لقناة الرافدين شكرا لك تسلم مشاهدينا كان هذا اللقاء الخاص مع الدكتور أمجد شموت حتى ألتقيكم في لقاءات مقبلة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر